لم يصل إلى وجهته لكن البحرية الأمريكية كشفت عن هويته مركب شراعي ضبط في بحر العرب حمولته شحنة أسلحة إيرانية الصنع وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية فإن هذه الأسلحة كان من المرجح وصولها إلى ميليشيا الحوثي ففي التاسع من فبراير لجاري اكتشفت سفينة نورماندي التابعة للبحرية الأمريكية مخبأا كبيرا للأسلحة داخل مركب شراعي أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري وبحسب بيان القيادة الأمريكية فإن المضبوطات تشمل 150 صاروخا مضادا للدبابات وهي نسخ إيرانية من صواريخ كورنيتا الروسية بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ أرض جو ومناظر أسلحة تصوير حراري وذخائر أخرى البيان الأمريكي أكد أن أنظمة الأسلحة المضبوطة تتطابق مع مكونات أسلحة سابقة إيرانية الصنع استولت عليها مدمرة الصواريخ الأمريكية في بحر العرب في الخامس والعشرين من نوفمبر 2019 كانت موجهة لدعم الحوثيين وسبق أن ضبطت البحرية الأمريكية في بداية ديسمبر 2019 مخبأا للأسلحة والصواريخ قبال تساحل اليمن كانت في طريقها للحوثيين واشنطن اعتبرت شحنة الأسلحة في بحر العرب بمثابة دليل إضافي على انتهاك طهران لقرار مجلس الأمن والذي يحضر الإمداد المباشر وغير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها للحوثيين لكن واشنطن لم تشر إلى اتخاذ أي عقوبات محتملة على إيران أو على الأقل التهديد بوقف مشاوراتها مع ميليشيا الحوثي التي تعقد بين الحين والآخر في العاصمة العمانية مسقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر